السلام عليكم الآن يا شباب سأكلمكم عن Application Clim Master لكي نعرف نعم بإيضا الفيديوهات أنا حالياً كنت أضبط شيئاً في الفيديو بيكس ارت إن شاء الله سأشرحكم فأحبت أن أضبطها فقط فأحبت أن أضبطها فأنا قلت بالمرة نشرح بيكس ايه بدايةً كده تخش مفروب بـ Create New إذا تخش على شيئاً معنا بيوريك الاسبكت تختار طبعاً لو الفيديو بيكس ارتكب 16-9 أو 9-16 بطول والمربع هذا مثلاً علامة النستا ويوتيوب يوريك ريشيز اللي ممكن تستخدمها أو كده أخش عليه على طول عشان هو جاهز فأنا قد دخلت علامة قبل كده فهو جاهز سأنتعرف قدامك الأدوات الأول قدامك الفيديو بتاعك من تحت بيوريك الفيديو كامل لو حددت عليه مثلاً بتبدأ يوريك الـ Options التي ممكن تتحكم فيها في الفيديو مثلاً أنا هابدأ دلوتي هعمل حاجة بسيطة اللي هي دلوتي أنا حاجة دلوتي مثلاً بطلت مني في الفيديو فأنا أريد أضبطها بسيطة هابدأ أعملي أنا دلوتي أنا شفت دلوتي كده إن هو إيه حاجة دي مثلاً ايه مثلاً أضيف إليه بس فأنا همجايب مثلاً هنا كده أنا هعملها أكدناها سكرينات أو سلايد وهو كده بيضيف لير فوق الفيديو يعني لو عايز أضيف لير زيادة بدوس لير ودوس ميديا مثلاً لو صور أو فيديوهات صورة الفيديوهات أو السكرينات التي قد أخذتها قبل كده ومجهزة مثلاً هذا سكرينشوت فقط فقط فأنا محتاجة أعرف لكم أن تضيف لير مثل هذه ممكن تضيف لير تانية كصورة أو كستيكر أو كتيكست ممكن تكتب فوق الفيديو أو تكتب حاجة معايا أو الفيديو شغال مثلاً نكتب إيه أستمر تعليم وده كل ما نشرحها بالتفصيل إن شاء الله هتحطها كده بتعركها براحتك كده أيضاً تضيف لير كتاب ثم تحركها تضيفها بعد الصورة أو ترجعها ثانية تضيفها مع الصورة فقط تبدأ تشاهد الكتابات مثل هذه الكتابات نتعلم كله بإذن الله المهم أنت رأيت البرنامج ورأيت أننا نتعام معه كذلك نبدأ نكمل شرح إن شاء الله فيديو تاني أو مع الباورموينت بإذن الله ودلوقتي بعد ما عرفتنا واجهة البرنامج بتشتغل إزاي وتعلمنا إزاي نبدأ نعمل فيديو أو كده هنبدأ نعمل بقى فيديو جديد من الأول ونبدأ نتعرف على الإمكانية بتاعت البرنامج بإذن الله هنجف بقى لي نعمل فيديو جديد أو حاجة فما تشف بقى لي حاجة جديدة غير مثلا لقيت مثلا قرآن نجرب أن نعمل حاجة على هذا الفيديو مثلا هم دقيقتين قرآن كده نبدأ نجرب عليهم أي حاجة عندك الفيديو بالعرض هنا مجهزوا ماشي هو بالعرض فأنا عملت 16-9 كما قلت ماشي؟ هبدأ أضع ليارز مثلا نشوف الآية الأول ما ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا تمام الآية دي يعني وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا هنبدأ نعمل الآية ونجهزها أنا مجهز دلوقتي التكست بتاعها هبدأ أجهز لير زي ما قلنا هنتعلم الأول زي نعمل التكست والاوبشنس تحت التكست الأول بإذن الله أول حاجة أنا مجهز الآية هو وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا الجزئية الأولانية وقفها لحد كلمة سبولنا مثلا هبدأ أخذ قط بقي الكلام حطيته هنا تحت ماشي الكلام جاهزه أكبره وصغره عادي سيمبل جدا بس دلوقتي أنا محدد الكلام الكلام موجود تحت كلاير زي ما قلنا ماشي كل لير بتضيفها بتضيف تحت وبيوريك الطائم بتاعها بتدوس على النعائق بتدوسها وتقوم شادد وتقلل وتطول ماشي أنا مثلا عايزه لحد فين وما لنا أقلنا تقريبا وقفت هنا هبدأ أجايزه لحد هنا وأبدأ أتأكد أشغل مثلا أقول أنا سبولنا يعني نتمع لنطول تمام هي قفت حد هنا نبدأ بقى نعمل نتحكم في التكست نفسه ازاي هو ما ديك options تحت التكست كلها هنا بداية كده انت لو دست على الكيبورد اللي فوق ده هيقول لك انت تتعدل فيه ماشي اللي هي علامة الكيبورد اللي في الحتة اللي فوق دي طيب العلامات دي كلها قدامك الـ options بتاعت التكست مثلا الـ A دي بيوريك الخطوط types الفونس بتاعته يبقى انت كده أول حاجة عندك الفونس هنا تمام أنا غيرته ثاني حاجة عندك الانيميشنس بيقولك in animation overall out animation الانيميشن دي بتتوريك الانيميشن اللي يبدأ بيها يعني بداية الدخول بتاعه ازاي يعني مثلا اهو أنا عملها بوب كده في البداية هايقولك ان ابدايت و هتبقى كده اول ما تبدأ اتلاح تمام طيب الانيميشن اوكي ممكن نجرب اللي حاجات دي كلها وده الطايم بتاعها لو زودت وقللت كده ده الطايمين بتاعه يعني لو عملت كده عطولت هتلاح داخل ببطء شوية تمام شايفين البطء ده لو سرعت قوي هتلاح اعمل كده كده تمام بس ده الطايمين بتاعه slide up مثلا طيب slide down ده ده الانترنس بتاعه يعني الانيميشن زي مكتوب ان يعني الانترنس بتاعه ثاني حاجة الـ overall animation ممكن تعملها كفلكر كده طول ما هي شغالة هتوقت تعمل كده لو انت عايز تعمل حاجة مثلا توقت تعمل كده طول ما هي شغالة او مثلا فاونتن دي كويسة برده بس طبعا مش فائية كورانية مثلا الـ ring دي مثلا برده الـ floating ده ممكن تعمل كده ندري هذه الحاجات كلها ممكن نستخدمها في اي حاجة تانية بس الـ القرآنية بابدأ استخدم فيها الحاجات البسيطة وكده كما بستخدمش flickr او overall الاخر حاجة الـ out animation يعني وهي تنتهي في النهاية كده تنتهي ازاي ممكن عايزها في الاخر ثم طرع كده انا مثلا دخلت في البداية بـ slide right slide right او من خارج بالنهاية بـ slide lift او العكس ممكن بعكسه مع عكس بعض او عمل اللي انا عاوزه كده تعلمنا اللي هو ايه ودوست علامة صحة خلاص كده هو اعمل الـ animation و الـ out animation ندخلت كده وخرجت تمام بعد كده هابدأ اضيف الآية اللي بعدها زي ما قال طيب نتكمل الـ options بتاعت التكست دي الاول يعني بعد كده بيقولك الـ opacity بتاعت الخط نفسه هتلاقي زودت الـ opacity اوليلت الـ opacity الشفافية بتاعتها بتشوف ان ايه درجة شفيتها ولا ايه لا ولا زيادة بعد الـ opacity ممكن اعمل الـ rotation عادي مش محتاجة اشرحة يعني ممكن اعاكسها او لا بس خلينا بس ما نلعبش في الاقل كتير دي الاستخدام ممكن تخليها كده تحازيها يمين او شمال زي ما بنعم في الـ powerpoint او تخليها في النص دي ارى تخلي تحتها خط او كده يعني دي اللي ممكن تستخدم spacing بين الكلام ممكن تخليها كده في spacing علي او spacing قليل وهكد يبقى هنا اللي ممكن تستخدمه منهم اصلا الحتة دي اللي هي الخط اللي تحتي وده ده بس كده كده كفايا بعد كده الـ outline ده بستخدمها على طول بستخدمها كتير يعني اول بتخش على outline ده بتخلي الخط بـ building كده شوية بـ building شوية تمام طيب دلوقتي انك اعمل انا دلوقتي لاحزت ان الكلام اللي انا بعمله واباوره لكم دلوقتي مش بيظهر اوي عشان الخلفية اللي وراسه ده اعملي طيب اعملت layer تانية بيدة كده خلفية بيدة عشان اجابها قدام الكلام هم اعمل كده bring it to front هتلاقي اجاب كده هتلاقي الكلام اللي كنا بنتكلم عنه في الـ outline الـ outline هون لو قللت او زودت وممكن تختار الـ outline نفسه وممكن تختار الـ outline نفسه يعني هكذا تمام مثلا كده يعني تختار الـ color او تختار الـ size بتاع الـ outline تمام وتزود وتقلل تمام ده كده الـ outline وعايز تلغيه طبعا بتدوس على علامة الصحة الـ on و off تمام تمام نتحدث عن الخاصية او الـ property الجديدة اللي اسمها shadows on و off وعملت on او بدأ يظهر لك الـ options الآن هتحكم في الـ color الـ shadow نفسه الـ shadow غريبا بأسود بس ممكن تحكم في الـ color اللي اسود خلينا كده مثلا مثلا تمام بعد كده بيقولك distance بتاعطو عايز المسافة ما بينه بين الـ color تقبل الـ distance او تقليلها يعني انا خليتها كده بعيدة بعد كده الـ angle ممكن تتحكم في الـ angle تحكم فيها كده وتحكم فيها كده وتحركها كما انت عاوز تشوف انا مثلا عايزها كده على الشمال شوية بس كده ممكن يعني ما تكبرش size قوي يعني دي الـ spread بـ cover size والـ size بيكبره اكتر شوية فممكن مننعبش في size قوي عشان يبهن الـ shadow أصلا بس نقليلهم كده يبهن الـ shadow بسيط يعني خفيف كده خلصنا الـ shadow ضعنا المساحة عليه بعد كده نخشها الـ option اللي بعده بيعمل زي هالة كده حوالي باللون اللي انت عاوز بس كده خلصنا الـ glowing بعد كده ممكن الـ background color ده بيحط عليها زي مربع كده من شاء الله بسيط ممكن تعمل full width تخليه بطول الشاشة كلها بعرض الشاشة كلها ولا ايه او تقليله كده بتخليه على حاسة أد الكلام بس برضو ممكن تتحكم في الـ color بتاعه كل حاجة ممكن تتحكم في الـ color بتاعها من الحتة دي وكده خلصنا الـ options بتاعه التكست اوكي بعد ما خلصنا الـ options بتاعه التكست اللي اتكلمنا عنها كلها ممكن تتحكم في الـ color يعني عندك المقصده هنا الـ options اللي بيديه لك تريمين 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 بسيطة في التريمين فعشان كده نستخدم برنامج اللي بعد اللي هو اسم تريمين فعندك درقتي التريمين بيقولك Trim to the left of the blade يعني انت لو عملت كده مشك كده يقولك Trim to the left هتمسح كل الي عالشمال طيب Trim to the right هتمسح كل الي علمين طيب Split هتعمل Splitting كده له الخلبي وممكن أن أندو تبعا عندك علامة الـ turn طيب Trim to the left قص كل على الشمال trim to the right قص كل العلمين بالنسبة للـ layer اللي أنا بتحكم فيها بس ندير الحتة لئة ترمِنج وطبعا المربع اللي هنا برضه بتتحكم في color فقط بس كده تمام العلامة التي تحتها اللا امت sujet عليها بتعطيف تقوموا بالإخلال فيديو لو اريد تذهب لأخر فيديو مرة واحدة العدلات الذي يظهر هي علامة تقوموا بالفيديو مرة أخر بس ممكن تعمل كده العلامة التي تعتليها هذه تقدم رؤية الأعمال وكذا để سأفعل هذا يمكن أن تتفجأ الفيديوكم يمكن أن تتحكم في الأمام لن تقوم بكثيرا انه يبدأ وطي بعد كده يعلم بعد كده audio fade out في النهاية يبدأ يوطي في الاخر ماشي لو تحكمت فيه عملت كده يحصل الابشن دي عندك الابشن الثانية كلها انت تدوس هنا كده الابديتك جديد برضه لو دوس دوسها مطولة على علامة البلاي هتلاقيه عمل لك الفيديو فولسكين ويتخرج تاني ده كله نتكلم من احنا لو ضيفنا layer layer ممكن تبقى media او effect ممكن تضيف effect على الفيديو او كده mosaic effect او بس انا مش عايز افكت اصلا فهنلغي موضوع الفيكس ده خالص هنلغي layer بتاعت الافكت برضه هدوسها عليها كده وامدائس delete layer اللي عايز مسحة هدوسها عليها احددها وامدائس delete بعد مخلصنا موضوع layers كلها انت ممكن تضيف layer كتكس او كهند رايتنج ديلة هند رايتنج تدوس عليها كده تتحكم ممكن تكتب بألم او ممكن تكتب بريشة كده او ممكن تكتب خط عادي او ممكن تضيف خط او تعمل سهر او تعمل او تعمل اي حاجة من الحاجات دي كده خلصنا الهند رايتنج وكده خلصنا layers كلها عندك الميديا وعندك ال recording وعندك ال audio ده لو هتضيف فيديو زيادة فوق الفيديو بعد كده يعني او ضيف الميديا كده يعني انا دلوقتي انا عندي لو ضيفت layer media هتتضاف فوق الحتة دي فوق ال audio ده لو ضيفت من الكلمة ميديا دي هتضيف فيديو بعد على طول فممكن مثلا نجيب فيديو من الفيديوات اللي كنا نعملها اضاف كده هتلاقي ضيف بعض على طول فيديو كبير انا امسحه انا امسحه تاني عشان نتحكم فيديو بس عموما انت ممكن تضيف فيديو او صورة بعديه انا مثلا عايز اقول اضيف ميديا كده اضيف layer مثلا اكتب انا خلاص كده اضيفت دي هكتب عليها مثلا تم بحمد الله تعليم القيم master كده تمام انا كده عملنا تم بحمد الله تعليم القيم master وهو عمل لها outlining وعمل لها shadow glowing كده شوية برضه ونحطها تحت كده ونحطها فوقنا تمام كملت كملت باقي الكلام باقي الآيات مر الله في اللي يتوكل المتوكلوني وكده الآية خلصت قبل من اقول تم بحمد الله فيه اخر حاجه مفروض نتكلم عنها يعني انت مفروض بس بتزبط رائعي الحاجات دي تبقى رائعين باقي شفينه فورمش مثلا انا شغال كده انا نفسي مثلا خط كبير قوي لو دخلت على اللي بعدها ولقيت الفرق ما بينهم كبير قوي هلاقي نفسي الشكل بقى غريب فاهمني فانت اخر حاجه بعد ما عملنا كله ممكن مثلا زي ما قلت الاول in animation عشان الآية تطلع كده مثلا ابدأ اعمل slide right او slide up احب اعملها slide up والout animation مثلا بسرعة كده اعملها فايدنج في الاخر هي برضو اللي بعدها in animation out animation slide up برضو وده كده الout animation بتاعها fearing تعمل حسابك بس ان ال in والout دي هيخلي بتاعتك تخلص اسرع يعني هوريكو ازاي دلوقتي slide up برضو و out animation اللي عايز تغير غير برحتك انا بس انا بعمل كده عاديا وفايدنج خلاص كده كلهم زبطوا فيه حاجة تانية قبل ما تكلم عن اخر حاجة دي ممكن ان تضيف مثلا بدل ما تضيف الكلام كده ممكن لو عايز تجيب الصورة نفسها كده تخليها كlayer زيادة وتزبطها كده وتكبرها هتلاقي موجودة كده وتخليها بطول الكلام كله ونشغل بس اخر حاجة انت هتكلم عنها options تحت الفيديو نفسه يعني لو اتكلمت عن الفيديو نفسه هتلاقيني بعمل ايه هبص كده دي options تحت الفيديو نفسه لو حددت الفيديو نفسه او لو ضيفت اوديو زيادة هتلاقي نفسك بتلاقي ال options دي موجودة كده ال options دي كلها هو بيقولك كده ممكن تعمل tramming زي ما قلنا في الاول لو دصت على ملامة المقص دي tramming او splitting to the left او to the right او split at the playhead او مثلا او عملت split and insert a freeze frame دي بتعمل ايه split الحتة دي وبيضيف حتة مفيهاش اي صوت يعني انت لو عايز تسيب حتة تفراغ كده حيضنه كده وهيكمل بعدها مكان موقفت عادي بعد كده بعد ما اتكلمنا على tramming بتتكلم عن ال options دي كلها ممكن تضيف graphics مثلا 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 هضيف Graphic او على الصور او ال Graphic ده فيه Graphic وراه او ال Graphic ده مثلا بيقعد يعمل كده الفيديو او عايز Graphic زي مثلا ده طول الفيديو هيبدأ يعمل التهيارة دي كده بس انا اعمله نان تاني خلاص مش عايزين Graphic في الفيديو بتاعنا دلوقتي سبيب بتاع الفيديو لو انا عايز يسرعه او عايز يسرعه او كده طيب امتى اعمل mute لل audio دي option زيادة مثلا لو انت بتسجل من من source غير الفيديو يعني مثلا بصور فيديو معين وعشان الصوت بواضح يعني انا احط الكاميرا في مكان بسجل موبايل عشان الصوت يبقى واضح مثلا ممكن اعمليه دي ترك تانية ممكن استخدامه ان انا اجيب موبايل تاني سجل منه طب الموبايل التاني اللي سجل منه ده احطه جنبي ازاي اضيف ال audio هضيف ال audio كلاير زيادة هتضاف عادي واجي على الفيديو نفسه او اعمله mute من ال speed اللي كنا دخلين عنها mute audio او ممكن تعمله من هنا دخلت اضيفة ال audio ممكن ان انت تتعلي انا بقليه كده بخليه متين في المية لو الصوت واطي شوية او خليه متين في المية زي ما كان دي بيتحكم فيها دي اوتو مش عارف ايه سرنا زي ما كنا البيتش و الحاجات دي جعنا زي ما كنا بس كده يبقى كده ده علامة الصوت دي بتتحكم في الصوت بتاع الفيديو ده ممكن ان انت تلغيه خارص دوست عليه كده بقى muted عشان لو هضيف audio زي ما قلنا او رجعه تاني وعليه دول اللي بلعب فيه مصراحة ببلعبش في اي افكتس اخرى عشان انا موازم الحاجات اللي بعملها كده او كده في الفيديوهات بحبش اللعب في الحاجات دي كتير عندك بقى افكتس مثلا الروتاتنج والcolor filter ممكن تعمل فلتر على الصور ممكن مثلا فلتر زي ده ممكن فلتر زي دول هتلاقي الفلتر زي دي يعني مش هسرح الفلتر زي نعمو بس خلاص نوع ده بعد الفلترز ممكن تعمل adjustment للbrightness بتاع الصورة او contrast اكد انك بتتحكم في الصورة او كده بتتحكم في الصورة او كده العرض بتاعهم ازاي وكلام ده بس انا هرجعهم تاني زي ما كانوا برده برده الايكولايزر ده ده بيتحكم في الصوت بقى بتلعب في الفويس نفسه بتاع الصوت فانا مش هلعف فيه برده ودامكم بجربوه انتو عشان القرآن مش هينفع انا ونلعب فيه كده كده وواقع الاختير على القرآن بقى مخاطط لده كله الوهم انفلوب برده يتحكم في الصوت بقى ويقعلي ويوطي لو انت مستعلي حتة معينة او توطي حتة معينة الوهم انفلوب زي ما انا عملت كده ده بقى انا وطيت الحتة لفي الاخر شايفين كده بيتعامل ازاي هلغيه تاني بس يعني انا بيتحكم في الوهم انفلوب ممكن اوطي او عالي منها بس استخدمه مش كدير برده الآن بأعمل على اختار المختار فى الب Alaska ويقع ذلك ويقع ذلك و يقع ذلك الخطيف يتحكم في الصوت ويقع الفيديو نيت افكت وجعلها مثل الزييف شده موضوع اوضاع بس استخدمه أيضا ثم فى الصورة فى الصوت افعل كيف افعله بس موضوع او ممكن تريد pics umMI لو أين ا promove الآن لو انتم سيعيهوة فيديو معين ستشعر القادمين وكوب فيديو اخراج تيرادك فيديو او او اي مهم ارتجي من الفيديو معين او مدرس اي مهم اراجبوه إيقاعي مراقم بالتسال Movement اوzt في اي جديد الفيديو او اراجب ت punchingله كما تعلم للفعل بديوinal HP هذه نفس الوطنية الموجودة يعني الانبلوب والأفكتس والبرايتنس بشكل ثاني دعونا نحن في الشكل الأساسي اخر شيء ممكن نضيفها واللوجو طبعا بتاع الطباء هذا اللوجو نضيفه نضيفه بطول الفيديو ايضا انا بشده كما قلت لكم نضيفه في الاخر نبدأ ان نضيفه في المكان الذي نريده هذا اللوجو طباء بالمرا في اللوجو كنت اعمل نفسي بيكس ارت برده كازار يعني او كده كنت احب بعمل هذه اعمل لوجو اي او لصحابي اضع برده بطول الفيديو طيب في النهاية بعد ما تعلمت اللي تعلمت ده كله خلاص 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 الفيديو مفروض اسايفه صح هنعمل اكسبورت عادي جدا هنا بيولك الجودة بتاعته 1440 1080 720 840 الجودة اللي انت تحبها وتحت هنا هتلاقي بيشاولك بيولك عليك احبيض هذا الاقل لو عملته 360 بيكسل هتلاقيه3strom تقريبا لية الميجن او 480 كل tinha الميجن لو عملته كذا هتلاقيه كذا انا ببلغش فى بيورbuhها بيورني الاقلان بيوريان بتاعتني على الصحابير فأنا ببلغش فى انا بيوبه في gonearo يعني بسببه او اولا بيورديك بيوريان فعمملا ب춰نا ترتيب… اخلي فى 720auو 540 وتى ابدأ من الصحابير بيوريد الفيديو الانسان بس كده وكده الحمد لله تمه الحمد لله تعليمي القائم مأسر وإن شاء الله كنت استفدتوا منه استنونا في الفيديو اللي جاي إن شاء الله بتاع الباور دايركتور ربنا ينفع بينا وبيكو دايما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الله فليتوكل المتوكلون اشتركوا في القناة